اكتمال هيئة التحكيم نسأل ونستفسر عن ده من الدكتور مصطفى عبدالخالق اهدو مابلس قدارة النادي الزمانك السابق يا دكتور مصطفى اهلا بحضرتك اهلا بيك الساد ومعادة حياتي لحضرتك الله يخل ايه الحكاية خليني حيي قناتك المحترمة الله يحفظك الحكاية نحن مستظرين الحكم الجديد في مركز توسير التحكيم في بطلال انتخابات ايه ثلاثة عشرين وبعشرين عاملين ساعة عشرين اتخاب تفاتي طبعا تجيب ايه ايه اهدو كان التاجيل لعدم اكتمال اه هي التحكيم ام برضو بقول من عند حضرتك ومنبرك المحترم بكل السقة والاحترام بكل هي التحكيم ام طبعا هم احنا في ظروف اجازة بسمة اجازة اجازة القدر تبقى في شهر ثمانية ايام ام بس من هنا بقى افكر حديثك ان احنا كنا منتظرين حكم في الحضية دي في شهر الثلاثة اللي فات ايه وكنت محقوزة من الحكم وبعد عدم اختصاص لا خلي بال حديثك مش عايدة تخلف الحلطة دي احنا كنا رحانة عن نفسي عن مستوى الشخصي قاعدة جمعية عموية وكام مشاركة الانتخابات تبديمت ثلاث اوالنية بتاع البخلان اللايحة اللي احنا بذلنا العاني منها وقت كفاية هنتكلم يعني ايه لايحة وإيه اللي حصل في اللفاتة وإيه اللي عايزوا يعملوا في الجامعة الأممية الغير عادية اللي جاية اللي محديش يعمل ناخدها حالة حالة جدا إيه اللي في اللامة الأولمبية القضية بتاع البطلان الانتخابات قبل ما اخش عالجمال العمية اللي هي كانت منظورة في شهر ثلاثة كنا مستنيين فيها حكمة كنا نسمع الحكم وارضو من عندك بأكد على احترامي الكامل لملكة سوق التحقيق مولو الظروف الرحمنة لقمو ربيع بص وقانون الرياضة إحنا بكل طوعية وكل تأدير استحملنا التعديلات اللي صدرت في اللايحة تنفيذية خاصة بالتحكيم اللي لمهونا قبل كده التقاضي الدرجة تانية الصغة التنفيذية الحاجات لأنا كنت تشتكي أول ما صدت القانون الرياضة وتبعية واستقلالية مركز فاسوية التحكيم لما عمر تعديلات داخل مركز فاسوية التحكيم اتشاهل بعض المحكمين مخترمين فكان فيه منهم اللي كان هيحكم في القانون لا 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 ما تعدش دي دي محتاجة شرح بص يا صدر معدي ما زلت والآخر يوم في عمري بقول بحترم القانون بحترم استقلالية مركز فاسوية التحكيم بحترم النجاح بس كلامك كبه فيه غمز عاوزين نفهم بص استاذي أنا كنت مستني الحكم وكنت نطق بالحكم فجأة يوم 14 حصل كاعدلات برضو ما زلت محترمها من شهر ثلاثة عديدي في شهر ثمانية ما زلت مصر استقاضي ليجيب حق ايه كعدو جمعية عمومية مش كحق ايه كراجل ما وفقش في الانتخابات ما انا وفقت قبل كده واستقلت 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 وانا فانا بطمينك ان الموضوع مستمر وان التحكيم احنا منتظرين نتيجة بطلان انتخابات نادي الزمالك لما شابهة من موت كتيرة يحتاج من الوقت كتير وبرضو ما زلت محفظ لحد ما المحكمة الهيئة الجديدة يتعليل عليها الموضوع بالكامل وبرضو كل الاحترام لهاية التحكيم مستني ده فهي تم التأجيل لعدم اقتمال النهار فيما يخص مركز تسويق التحكيم بس من عندك بطم الجميع العومي ان ده سوار مننا لحقنا اللي اقتصد في الانتخابات اللي فاتت ما زلت مصر على اني هاعرف اجيب حقيه بالتحكيم المصري ان شاء الله طيب موك ازالك سؤال متفضل قضية حضرتك ماتت في مركز التسويق والتحكيم وقضية المحاسبان العتال نادي رئيس النادي ايضا نامت في مركز التسويق والتحكيم وبنعمل جامعة عامية دلوقتي ناخد فيها كل القرارات اللي احنا عاوزينها في ظل مباركة الجهة الادارية رد حضرتك اطمنك في ان فيما يخص بطلان الانتخابات انت انت تطررت من شاء الله في المعادلة واحدة لان كان فيها عضيتين قبل كده واحدة بطلان اللايحة اللي فاتت اللي احنا شغالين عليها لحد دلوقتي واللي اتعمل عليها الانتخابات عشان كان هو حاطس فيها شرط جوة اللايحة بيقول فيه انا محدش يوديني اي مركز تسويق وتحكيم عشان كده احنا كنا اقول لي يا جماعة دي مخالفة للقانون ومخالفة للتسطور واتخلفت في اجراءات اهتمامها دي معاك فيها احنا اللي منعش كنا نقدر ناخد الراضية وندولها دوليا ونروح بيها لمحكمة الدولية لكن حرفا لان الظروف الصعبة كدنا لان كان فيه ملحقتان لها اعلاج شروط الترشع بص خدت عدم اقتصاد الحضير اللي احنا فيها اللي حضرتك ذكرتها النهاردة بطلان الانتخابات لا ده فيها الزاب لو حصل خلاف لاي جمعية عمومية على نتيجتها بتاعت الانتخابات اللي اططروا اي جمعية عمومية في مصر مركز التسويق تحكيم هو صحدة حق العصير في الفصل في هذا العصر انها فيها شروط ماتخابش من الحتة دي لكن من شواء اوصي حالدك محترم اللي حصل في مركز التسوية انهما لما حصل تحديلات على اللاية حد تنفيذية لان انا كنت واحد من اللي بيطالبه ان مركز التسويق التحكيم محتاج استقلالية تامن ومحتاج جزء تاني وانت اتكلمت في المواضيك اكتر من مرة وانتو بس انت وعبد الناصر اتكلمت في المواضع دي بايد الاعلام غمق عينيه وحط ايديه على اودانه وعمل لا شايف ولا سامع لا اهم لا اهم واختر معط في قانون الرياضي ايه انا بطمينك بما يخصيننا في القضية دي بقولك لا بطلان انتخابات نادي الزمالك القضية مستمرة وادفع نادي الزمالك في المراحل التقادل اللي فاتت قبل كده قبل ما يوعف الحكم مقدمش ورقة ولا مستمد لانه ما عدوش طيب عايزيني يقول للرأي لعنى دور مصطفى حضرتك بتستمد على ايه في بطلان انتخابات الزمال في الاجراءات انا مقدم حاجات ان الانتخابات خلفة الاجراءات اللي تمت فيها بداية من الاعلام وكشوف اعضاء الجامعية العمومية وتشاهل ظروف مربنا سبحانه وتعالى يكمل الامر بالخير ان تيجي اللي جاء تفحص تأكد على الكلام اللي احنا كنا بتموله نتائج التقارير اللي فلعيتها اللي جاء دي هنطالب بضمها للعضية انا بقول فيها ان فيه ناس مكانش لها حق الانتخاب وانتخبت بقول زيال حتى يوم الانتخابات كان فيه ناس بيدول اسمها فكشوف الانتخابات ومكانش لها الحق ارتباطا بالليحة اللي احنا شغالين عليها لحد الوقتي ده مخالف ارتباطا بالقانون مخالف للتستور مخالف مخالف مفيش حاجة اسمها انك تتخب بتوكير مفيش فيش حاجة اسمها اوكل غيري حتى اللي تم داخل الانتخابات اللي فادت وماذبت كلمة التوكيل كان فيها شرطة الزامة في اللي هي حالة اللي تمت عليها الانتخابات يفصل في الهم ان اللي ينتخب ينتخب في لجمة خاصة متعملتش الجام خاصة للتوكيلات كل الامور اللي شبه العوام لقطلان الانتخابات قدمناها مستندات بحظ المستندات وبدفعنا مستندين فيه للقانون راح تسرعين لـ 2017 وليه التستور اللي مخالف تستوريا مخالف قانونيا اللي مخالف حتى اللي حبتعته مخالف بيها بإتمام إجراءات الانتخابات طقيقة الكشوف واعتمادها من الجهة الهدارية المنط بيها المسؤولة ما دمش والكديد بقى قوله على حضرتك دلوقت يعني وكريمة ندورك ومتفضيك للعضية حتى تاريخ الانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لابي عدمت في مجلس إدارته الأخير لاب للانتخابات حتى 68 ألف أدر في ناس انتخبت لحد 73 ألف أدر خمس ألاف ما كانوش أعضاء من زمالك أساسا ما كانوش خدوا قرار مجلس إدارة وأتمدوا واتوجعوا من النادي للجهة الهدارية الندولة بقواها أعضاء وصعب حق في التصميم في أكتر من كده تسيف الإجراض فعشان كده العضية ما ما تدشي وبطن منك وبقولك طيب قولك على سؤال باقي اللي هوت على الفيسبوك ناس بقولولك إن المسألة إرادة الدولة وإن اللجنة الومبية لا تستطيع الصمود هي وزارة الشباب أهم مرتبة منصور ردك قوس على الترقيد نحترم طبعا ليه كل التأديل والسلام اللي عبر وغال كده يا دي ناس محبطة فبتسأل السؤال ده أنا بقولك أنا بحترم اللجنة الومبية بيت الرياضة وعاد أقول لنفسي والحضرتك والسادة المستمعين والعضاء الجمعات الأمومية لأن الومبية دي لجنة منتخبة من جمعيات أمومية مش جاية كده بتوصية الماء أو بتعيين الماء أو ناس مش فهمة ده ناس منتخبها جمعيات أمومية صحبة حق أصيل زي صحبة الحق الأصيل اللي هي نزمة لما الوقت يسمح هبقول لك فيما يخص اللي جاية بقى كمعيات الأمومية اللي جاية حد سوى لحرك الإعلان اللي نزل في أهرام منكم بإعلانين اتنين واحدة عادي واحدة غير عادي في الجماعية أخير التانية أهدية الإعلان التانية يا سلام عاضي لما تشوف فيه يقول لك بعدين هنزع لجدو اللي أعمال هنزع لجدو اللي أعمال زي في الزبط سورة كاركون من اللي حظت في شهر 82007 كل الهندية المحترمة اللي غيرت لوائحها بالنظام الأساسي عرضت على مختمحها الرياضي وعلى أعضاء الجمعية العمومية بدون اللايحة اللي بتقدمها المساق اللي هنشتغل عليه العساس اللي هنشتغل عليه إلا نادي الزمالك يوم الأربع قبل الجمعية العمومية بتاعة اللايحة اللي هتقر اللايحة بيومين فقط لغير توزعت وخد ده اللي وزعت حاجة واللي اتنشرت حاجة واللي توقع عليها واللي تعرضت في الوقاعة المصرية حاجة تانية تانية خالص نابت الكلام بيعيد نفسه تاني هو النهاردة قبل 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 الجمعية العمومية بخمستاشر يوم ولا تبعتاشر يوم بقول لك هي فين جدو اللي أعمال هي ايه تاعتلات اللي انت هستعملها تاني على اللايحة اللي انت كنت اتفاخر بيها قدام المجتمع المصري كله في كل وسائق اللي هم ولا يتلكش وسيلة تعلن لك كنت بتعلم فيديوهاتك وتقول دي احسن اللايحة تعدلها ليه تاني النهاردة بخلال سنة تعدلها عشان تترك فيها تترك فيها الأخطاء اللي انت وقعت فيها طب ما هيليها عليها عواضي الكلام ده يعني مش هي تلح فانا عايز اطمنك وطمن نفسي وكمعين ناس زمالك ان اللي جايب الجمعية العمومية اللي جايزة اللي لسه بحد تششافه خالص عشان نستدق الاحداث ونقول ايه اللي بيحصل لسه بيش حاج خدت موافد الجيهة الإدارية خدت موافد الوزير المختص خدت موافد اللجنة الأولمبية ولا كل طوله لا يعني شيء عشان تنزل الهلاف والأهرام دريدة الأسنية وتقول انا عندي جمعية عميمة كاي ايه طيب موجب نزقل سؤال بيرتور مصطفى صح النهاردة المدير التنفيذي للنادي واحد خبرة إدارية انا اكلمك السيد محمد سويلا مدير مدير الشاب الروادة السابق في القاهرة وخبرة كبيرة جدا هو اكيد جاي يسوي الامور بما يتوافق مع اللوايح خلينا اضيف لحضرتك هو طبعا خبرة نحترمه في مهنته طبع الراجل لا يمد للبيت الزمالكاوي الصلاة يعني وانت بتتكلم من شوية ليه هو اهلاي ولا ليه اهو مش زمالكاز اه ادفع له هو مين اللي بيدفع له انا عايزه الجمعية العمومية اللي بيدفع له مرتابة انا بتكلم انه جاي يسلح جاي يسلح الاخطاء اللي موجودة في اللايحة وفي قرارات قدارة الزمال انا اضمنك فيما يخص كل الاوراق المالية اللي انت ذكرتها في النقط اللي فاتت دي اللي جان زي ما اتعوه اللي جان اللي جات من النيابة المحترمة لها تلأموال العامة تحفظت خلي بالك في الكلمة كل الاوراق وكل الاوراق المالية والدفاة المستندية فيما يخص العملاء المالية اي موجودة في النيابة مين هنوضبطين ولا مين هيعرف مين وكل اللي حضرتك بتسمعه دلوقتي ده نتيجة التقارير للجان المحترمة اللي كلفتها الاموال العامة التقارير اللي بعدتها مباحث الاموال العامة الموضوع دلوقتي دخل تحييز للسؤال والمواجهة واحنا كنا بنقول من زمال كل اللي بتقال ان اللي جاء اللي جاي ومشت ونادي الزمالة طرب سلام كنا نقول اسفين يا جماعة لكن الموضوع اطبط جرفة عملة حسابات خاصة قفل حساب ثابت ومنقظم عندهم كل اضية مصر ده ده كل ملف العدوية حد سوالا حرج وانا قلتلك مبثلت عليه في القضية اللي جاية كل طب تهلاك وقت بقى النا سنة في الازاع يعني احنا على شهر 11 اللي جاي ده احنا بقى النا سنة على لايحة جديدة مم احنا ليه مش مستقرين لان الادارة مش عارفة دين المؤسسة لان الادارة خطفت المؤسسة لان الادارة عملت المؤسسة حسبة خاصة يعني ايه هاني زيه ده بقى الوخ اربع سنين ونص دلوقت ولا 13 شهر واربعة شهر تحديدا من ساعة ما كنا في المجلد في السويسرا فيما يخص نفس اللعيبة اللي بيحكي عليها يعني ايه فين العقل اللي اسمع منك الكلام ده بقى بقى اجوب طب بيتامع المشكلة يعني ايه السلف اللي واخدها هاني زيه ده بموظفين موجودين كله مصر مش راحوا معاس واسرة بتتساوي ده بقى دي ملفات موجودة عند النيابة الجمال العمومية تصبر والاعلام مشكورا بانه ده ما انت قولت احنا بنسلط الضوء بنولى اعلام ده حمر على الخطر ومقدرش هلوم النيابة ده ما بشكرها على المجهود العظيم ايو مليار جنيه مانوال مكتوب في كشوف مش مليار جنيه موجود في حسابات بنكية هضرب اطلب اطبعث لحظة على مضيش هكوبات شايفة قدامك ام تخايل ناس زمالك شكال جافتر بآلة جافتر بآلة لا خلينا بس نتكلم في جزئية بس الجمال العمومية القادمة هل اعتمدت الجاية الادارية جدول الاعمال ووزارة شاب الروادة ام ماذا انتم فاعلون الاعلان اللي تم ده المراكب المالي اعترف في تقريبه السابق بالاتجار في العملة ماشي اللي الماضي جادي قلتها هو قرره وثلاثة قال الملاحظات دي مراحيل للربعة هتعرفها بيزانية وانت ميزانياتك اللي فاتش حاليا في النيابت لأمول العملة ده في عشان ايه ده في دولة مين ده احنا في دولة قانون بنحترمها في دولة مؤسسات بنقدرها ونحترمها على الوزير المحترم ده بسؤال مهمة دكتور مصطفى المحترم خلينا اكمل دي بعد اذن حضرتك الاستاذ الدكتور عشان الصبح نادي الزمالك لسه ما تعرضتش ميزانيته الجديدة للموسم نحن بتكلم عليه دلوقتي 17-18 واللي فاتت موجودة بالنيابة بيتحقق فيها مع موظفين واغدين حبس على ذنة الغضية طب هم هم نفسي عناصر الادارة ان اختلف اوزاد فيها قردة وثين وثلاثة فين الكلام ذا عندنا بس هنا بيحصل في نادي الزمالك فقط دون ان عنديه مصر ومن عندك بقول للسادة المحترمين اعطاء لازم الشباب والرياضة الموقرة باعتز بريازة المهات الفارج عام الجيئة وليها وهداه الطيب للفترة الصعبة اللي فات هو ليه كل مشكلة ان نادي الزمالك حضراتكم بطفافات وليها تعملوا الاستجواب السريع جدا طب ما كان القانون عندكم طلع من عندكم نوع السوى ليه ما استراش ليه ما تضقش التسطور ليه حضراتكم ما شفتوش كل الاخطاء دي وهو كان عندكم مين اكبر حضراتكم على انكم تطلعوا القانون بالشكل ده ليه حضر الوقتي ما تضطوش استقلالية المركز السريع والتحكيم لما انتم عارفين ان الاخطاء تطلعت تقولوا عليها تاني ساعة ما كان رئيس النادي بيفتكوت افتكوت مين ليه ولا احنا خير طيب دكتور وصفة معلماتي ان الجمالة العهمية القادمة سوف يقوم فيها رئيس النادي بوضع باندي بشاب عدويتك واحمد سليمان وان العتال ودكتور عبدالله جورج وكل ما نختلف معهم رسالتك لوزير الشعاب الرياضة نحترم وبعدها وماضل ابن نفس الجامعة لتخرجني منها وابن نات الزمالك ومتفاعل به مستعبا للرياضة ان شاء الله بس هو الشكوى تتقدم عنده ها لكن فيما يخص رفضنا لبنود الجامعية اللي احنا ما نعرفش عامل حاجة والتعديلات اللي هتتم لكن انا عمل عندك بفكرك في قضية هتكون قدام من مركز التسويق والتحكيم ووصاب الجهات المحتفة انا احبط من مركز التسويق والتحكيم لا 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 انا بقولك احبط انا احبط لما تبقى في حاجة قاعدة من نوفمبر اللي فات بكل شوية بنبحث عن مبرر من القضايا اتنام يا رابل الدلابية علمبية بتعترف بمحاضر من نفاش هنه عالتان يا براس النادي اقولك على حاجة حاضر يا رابل الدلابية علمبية من وثير المحترى وخايد عبا عزيز كان داعم لاحترام القانون النهاردة اللبية علمبية بتتبهرة خايف هتخش في اصدام مع رئيس نادي الزمالك بكل اعمال انا بقول يعني بص يا رسولد يا ابو معضي الصدام جاي جاي وموجود من بدري هو رافض اي حبل قايمة احمد سليمان متعونش مع هاني ومتعونش مع الدكتورة عبدالله لاسباب انه هو رافضهم كاشهار لكن اللي لان عاد افكروا بيه وفكر الدولة ومؤسساتها كلها دول اختيار جمعية عمومية دولها مش اختيارة مش ابنك صرط يبقى الدنيا كلها صرطة مدامة ده الجمعة عمومية احترمت واخترت الناس دي فالناس دي ليه هي اللي جابته وهي اللي تمشيه مش انت واه من اللي الجمعية عمومية اهو منع جاي يا بيه اسمعني ما انا هالطمنها هي جمعية من العمومية الاجراءات اللي اعلن عنها دي الحاجة بات سليمة لا نستليم في ملاحظات جوه احنا بنحتفظ بها هتصعيره قدام الوزير التحكيم وقدام الوزير وقدام الجهات المختصة واحنا هنسكت والرفاة تتلمسكت انا هنسكتش على مستوى الشخصي في المدى اللي فات بس ابنك وحدة والموضوع مسألة وقت حظوا حظوا ان احنا داخلين على اسبوعين في الوقت المناسب والاجراء السليم والمعادل السليم هيكون مصادق فيها ومعنوض فيها انها تركح حقك عجو كمعية عمومية مش كمصطفى وبس انت حضرتك اعلان تشوفت اعلان اين اللي نزل في الهراب تقدم تقولي الكامعية العمومية الغير عادية بنادي الزمالك اللي هتتم ديه اللي اعلن عنها بفلوسي وفلوس بقيت اعضاء الجمعية العمومية في اعلان بريدة الاسمية بفلوس اعضاء الجمعية العمومية زي كل اعلان بيؤلم زي الاعلانات اللي اعلنت على ممارسة الباس وممارسة حق الرعاية مرة واثنين بفلوس اعضاء الجمعية العمومية مش فلوس حد زي كل مالا بندفع غرامة الاتحاد الكورة عشان المدير الفني بيتمع كلام رئيس النادي وما بيحضرش المؤتمر الصحفي تقسم متعمرهم متعمر الجهاز الفني متابعين ليه متحضرش ليه مش فلوسك ليه فلوسنا اخر سؤال لحضرتك يا دكتور اخر سؤال ويركز فيه عشان ممكن تكسب جنيه دهب ما ستقول على المكالمات السرية التي هتحدث عنها النادي الزمالك بينك وبين الكادر احمد سليمان نسمعنا في مدخلات ما شوف نسمعناش حاجة يعني الراجل يطلح اي مكالمات خاصة الراجل يطلح لان يعلم ما بكلمك دلوقتي لو في مكالمة خاصة بينه وبينك في التليفون انا ليه كامل الحرية انا انا انسان امتالك حريتي وحضرتك تمتالك حريتي تعبر وعبر زي ما انا عايز اي انا لانا مخطئ ولا انا بتكلم في حاجة خطأ ولا انا بتكلم مع مسؤول انا او موظف انا بقول خالف العمل فلاني ده يكون كمان فيه اذن مسبق من النيابة بتسجيل مكالمات ده مع مهاطرات انا اقدر اقول كده كواحدة من المتعوبة اتربيت على المسؤول بفهم في الكلام اللي مروش لايه ما تقوله ايه بلو وش بميته بلو وش بميته احلى اكتام باشكوناك ادكتر مصطفى لا انا عايزك قبل ما تمشك انا كزا مالكات ما نجيب افشة عام انت مالك انت ما تفيدنا نجيب افشة انا انا اخد افشة وانا اخد كل حاجة للزمالك اعزولك الاحاجة اعزولك كلمة هي تقولتها قبل ما اضع افشة الاهم ان يسمط رئيس الزمالك وان لا تدخل في شؤون فريق القرى لان فريق القرى يمترك عناصب مميزة والمدير فني مميز وبالتالي اه لو استقروا وبقى يعني مقفول عليهم هينفسوا على الدور بقوة شديدة جدا فرقة فيها عناصب مميزة جدا 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 باشكرا يا دكتور مصطفى شكرا يا دكتور مصطفى عبخالي لولا تعليق بسيط على اعمل جمعية واخد التالي